الفنانة أصالة كانت تحيي حفلها بموسى مرياض ضمن ليالي أسس أحس زوجها شعر العراقي حسن فيق بأنها أحست بيلبرد زوج الفنانة أصالة يقوم على الفور ويلبسها فروته وكما تعلمون أن الأمر لم يخلو من الانتقادات متابعون يشبه هذا الموقف بما فعله حسين حبيب مع الفنانة شرين في الأول كان بيعلن عن حبه لها في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وهي كانت بدغنيل وتمسك إيدي تم استغلالها وسرقها وتلح حرامي وفي الآخر آي لا ضحقي بجنن بجنن يعني بتحملين البرد وقاعدين في أهل وأطيب من هيك في عطاء بالعالم لا متناهي بترجو مهور اليوم الفنانة أصالة من موليد 15 ميو سنة 69 مغنية سورية تعد واحدة من أكثر المغنيات العربية شهرة وشعبية هي الآن بعمر 52 عاما زوجها الأول لأيمان الزهبي وزوجها الثاني طاري الهريان والثالث في حسنة تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت المحبة والولاء اللي تم إقامته في البحرين عام 2005 الفنانة أصالة مصطفى حاتم نصري ولدت لعائلة سورية دمشقية ونشأت تحديدا في حي أبو رمنا ترجمة نانسي قنقر